مشاهدين الكرام في كل مكان سلام المسيح مع حضراتكم مرة تانية بنسعد باللقاء معكم بنشكركم على متابعة برنامج عبر الكتاب وكذلك أيضا كل البرامج التي تقدم على قناة الحياة حابب أذكر حضراتكم بيوم 18 نوبمبر 18 من هذا الشهر وهو اليوم المخصص للصلاة من أجل العابرين في كل بقاع الأرض هناك الألاف بل الملايين من الذين عبروا إلى ملكوت المسيح وعرفوا شخص يسوع المسيح المخلص الشخصي لحياتهم وكثيرون منهم يمرون بظروف صعبة سواء مدية أو من ناحية ألام وضيقات ومعاناة وكثيرون أيضا يحتاجون أن نصلي لكيما ينميهم الرب في معرفته وفي ما خفته فاختير يوم 18 نوبمبر ليكون اليوم العالمي للصلاة لأجل العابرين وبهذه المناسبة زي ما احنا بنبدأ بالنا كام أسبوع عندنا فيديو بيذكر حضراتكم بهذا اليوم وأنا نفسي أنه هذا اليوم يكون فعلا اشتراك حقيقي من كل متابعي قناة الحياة وأيضا متابعي برنامج عبر الكتاب يشتركوا معنا في الصلاة من أجل إخوتنا خلونا نشوف الفيديو ونرجع نكمل حلقة بتاعنا 18 نوبمبر 2020 رح يكون اليوم العالمي للصلاة لأجل المؤمنين بالمسيح من خلفية إسلامية اللي هو أنا واحد أيضا منهم ونحن كتار في هذا العالم عايزين ندعيك أنك تشارك في الصلاة معنا ولأجلنا ولأجل كل المؤمنين بالمسيح وعايزين نقولك من داخل أعماق قلوبنا أنت مش وحدك آمين موضوع حلقة اليوم هو استمرار للموضوع اللي احنا بناتناوله بأنه أكتر من أسبوع وهو أخطاء الدكتور منكز السقار الدكتور منكز السقار في رده على فيديوهاتنا ارتكب أخطاء كثيرة كتابية ولاهوتية وأنا أحبب أخذ الفرصة دي علشان أرد على بعض هذه الأخطاء الحلقة اللي فاتت عملناها في الرد على المفهوم الخاطئ عند الدكتور منكز عن محبة الله لما قال أنتوا عملين تقولوا الله يحبك الله يحبك الله يحبك لكن الله أيضا هو إله عادل وإله يحب العدل ويدين الخاطئ وإنتوا لا تتحدثون عن هذا الأمر طبعا قدمت المفهوم الكتابي عن محبة الله وقلت أنه أساس صليب المسيح وجوهره ليس فقط محبة الله لكن أيضا عدالة الله لأنه الرحمة والحق تلاقي في المسيح يسوع في صليب المسيح يسوع واتكلمت عن الموضوع ده اللي يحب يرجع للحلقة اللي فاتت يعرف يعني إيه إحنا محبة الله نتكلم عن محبة الله ماذا نقصد بمحبة الله معرفش أنه موضوع محبة الله بيدايا الأخوة المسلمين بالشكل الكبير دوا أنا مبارا حطيت فيديو مش سوريا حطيت بوست على صفحة برنامج عبر الكتاب وسألت لأخوة المسلمين سؤال والسؤال ده سؤال واقعي ومهم الإخوة المسلمين الغاية بتاعتهم العزمة هو أن يدعو غير المسلمين للإسلام فأنت جاي نهاردة تقول لي أنا بدعوك للإسلام حتى اللي بيعمله الدكتور منقز هو في النهاية الهدف منه أنه يدعو الآخرين للإسلام فأنت جاي تدعوني نهاردة للإسلام وأنا عندي سؤال لك وإنت بتدعوني للإسلام إنت بتدعوني للإيمان برسول الإسلام فهل ممكن من فضلك في أخ مسلم أو أخت مسلمة فهل ممكن تتفضل وتخبرنا ببعض الأمور مش كل الأمور ببعض الأمور الأخلاقية والتعليمية وكذلك من حيث الأعمال التي عملها التي فيها يتفوق يتفوق رسول الإسلام عن شخص الرب يسوع المسيح منت لما تيجي عايز تقنعني بسلعة لازم تقنعني أن السلعة دي مهمة جدا وأساسية جدا أنت جايب للنهاردة بتقولي عندك تلفزيون وعايز تبيع للتلفزيون ده لازم تقنعني أن التلفزيون اللي بتجيبهولي ده أفضل من التلفزيون اللي في البيت عندي سويس أنا حطيت السؤال ده مبارح على صفحة عبر الكتاب ومئات الردود جات ولا واحد ولا واحد من الإخوة المسلمين استطاع أن يرد رد واحد محدد واضح على هذا السؤال وكأنه لا يوجد كلها موضوعات إنشاء أن الله أمرنا أن نحب كل الأنبياء أنه كل الأنبياء متساويين وأنه إلى آخر الأمر دي طبعا السؤال ده مازال موجود وأتمنى من الإخوة المسلمين أن يحاولوا يردوا على السؤال ده ما الذي يتفوق فيه محمد من النحية الأخلاقية والتعليمية والأعمال عن شخص يسوع المسيح وهل تريد مني أن أترك الذحب من أجل حفن التراب وأترك الغالي من أجل الرخيص اقنعني طيب نيجي لحلقة اليوم واحدة من الحاجات اللي ارتكبها الأخطاء التي ارتكبها الدكتور مركز هو عدم فهمه لماذا جاء المسيح ولماذا بعث المسيح على رأي تعبيره نحن بنؤمن طبعا بالتجسد لماذا جاء المسيح فعش كده الفيديو اللي جايه هو بيوضح فيه وجهة نظر وبيحاول يثبت أن الصليب لم يكن هو الغاية ولم يكن هو الهدف الذي من أجله أتى المسيح وكل اللي بيعمله يجد عبارة يخدها يطير بيها زي أي إخوة المسلمين بيعملوا بدون أنها يدرسها أو بدون أنه يعرف القرينة بتاعتها أو بدون أنه يقارن الكتال المؤدس بعض وببعض فخلونا نشوف الفيديو والآية اللي بنى عليها الدكتور مركز فكره أن المسيح لم يأتي لكي يموت فداءا عن البشرية الآن سننتقل إلى مسألة أخرى جناب القص وهي لماذا بعث المسيح لماذا بعثه الله عز وجل هل جاء ليسلب هل المسيح جاء ليسلب أم جاء لأمر آخر هل يصف المسيح بأنه معلم أم لا يصف بأنه معلم بداية دعونا نستمع إلى جناب القص ربي صح تحدث عن صليبه تحدث عن أنه هو ده الغاية التي أتى من أجلها أن أبنى الإنسان قد أتى لكي يخلص ما قد هلك يخلص ما قد هلك لاحظوا هذا النص فلا توجد غاية أخرى يا دكتور مركز لمجيء المسيح إلا الذهاب للصليب لم يأتي المسيح لكي يكون معلم عظيم لم يأتي يكون معلم مع أنه هو المعلم الوحيد العظيم لم يأتي ليكون معلم ولم يأتي المسيح لكي يصنع آيات هنا وهناك فهو قادر أن يصنعها في السماء لكنه أتى لكي يذهب إلى الصليب أتى لكي يضع نفسه فدية عن كثيرين طيب يقول الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحده ويسوء المسيح الذي أرسلته أنا مجدتك على الأرض العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته انتهت أنا خلصت كل المطلوب مني ما هو العمل المطلوب مني؟ أنا مجدتك على الأرض العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته هل هذا قاله قبل الصليب أو لبعض الصليب؟ هذا قبل الصليب هذا الكلام قبل الصليب طيب الآن الذي يقول العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته قبل الصليب هل جاء هذا من أجل الصليب؟ يا أخواننا فكروا معايا واحد يقول العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته ولسه من صلب هل يقال بأن هذا الشخص جاء من أجل أن يصل هو يقول العمل المطلوب مني أنا أكملته هو يقول لك لا أنت العمل اللي جئت من أجل السماء عملته كل اللي عملته ده هذا غير مطلوب أن تعلم الناس هذا غير مطلوب أنت جئت من أجل الصلب من نصدق جناب القص أشرف وإلا المسيح عليه الصلاة والسلام بصراحة يعني كلامك يا دكتور منقذ مقنع جدا مقنع خد آية ما درسهاش ما تعيبش في دراستها ما تعيبش في إراية ما قبل وما بعد زي ما بقول زي الأخوة المسلمين بعمل كله هو الآية دي جاء على مزاجه يا دكتور منقذ لا تعامل الكتاب المؤدس كما تعامل القرآن إحنا عندنا حاجة اسمها مبادئ التفسير مبادئ التفسير إنك لما تاخد آية تدرسها أولا من الناحية اللغوية لو بتعرف عبري أو يناني ترجع للعبري اليوناني اللي مكتوبة فيه وبعدين أيضا يا دكتور منقذ تدرس القرينة تشوف ما قبل وما بعد وقد تكون هناك قرينة قريبة وقرينة بعيدة والحاجة التانية دكتور منقذ عندنا في الإيمان المسيحي حاجة مهمة جدا مبدأ من مبادئ التفسير هو أنك تاخد الآية في ضوء ما أعلن في الكتاب المؤدس كل نسميها أنك تقارن الروحيات بالروحيات فالله عمره ما هيناقض نفسه وعمر أعمال المسيح ما تتناقض مع بعض وعمر كلام المسيح ما هيتناقض مع بعض إنما عيب عليك وإنت رجل بتقول إن أنت متخصص في مقارنة الأديان إنك تاخد آية وتقدمها بالبساطة دي ويء السوري يعني السزاجة دي وتحاول تقنع بيها المشاهدين طبعا لهم يعني بتوعك إنه المسيح لم يأتي لكي يصل وانا النهار ده حاول أوضح النقطة دي يا دكتور مونكس شرحتها قبل كده مرات وأشرحها كتير وزا ما احنا عارفين كمسيحيين إنه أكتر حاجة بيهاجمها المسلم هو الصليب وأكتر حاجة بيحاول إنه ينفيها هو صلب المسيح وموته لأجل سبب واحد إنه عنده آية يتيمة بمفردها بتقول إن المسيح لم يصلب فيلغي كل التاريخ ويحاول يدمر كل البراهين ويحاول يثبت بمنطقه المعكوس إنه هو ما عندهش براهين يحاول يثبت أن المسيح لم يصلب وأنه لم يأتي لكي يصلب بعدين لما قلت المسيح لم يأتي لكي يعلم آه مسيح هو المعلم العظيم أعظم معلم عاش على هذه الأرض ومزالت البشرية بترتوي وبتشبع من تعليمه لحد النهاردة وإلى أن يأتي ولا يوجد أحد غير في العالم كله للأفضل بتعليمه كما غير المسيح لكن الغاية العظمى مش إنه يبقى بس معلم مع إنه معلم لكنه يبقى فادي مخلص ينقذ البشرية ويدبر طريق للخلاص الإنسان الخاطئ طيب أرجع للآية اللي أنت أخذتها يا دكتور منقذ من يحنى 17 والتي فيها يقول الرب يسوع العمل الذي أعطيتني لأعمله قد أكملته فقاله هو هو قالي الكلام دوا قبل الصليب فكل ما يأتي بعد هذا الكلام ليس له وجود دا منطق الدكتور مركز يعني لحد كده العمل بتاع المسيح خلاص خلص أي حاجة بعد كده دي ما تعتبرش الأساس الذي جاء من أجله المسيح طيب الرب يسوع في يحنى 17 وعدد 4 يحنى 17 أصحاح مهم جدا وهو أصحاح يعتبر واحد من الأصحاحات اللي احنا بنسميها الأصحاحات بتاعة الحديث الرحيل الحديث الأخير للرب يسوع في العلية وهذا الحديث الذي بدأ من يحنى أصحاح 13 فعندنا 13 و14 و15 و16 و17 واللي فيها طبعا اللي فيها طبعا الرب يسوع نفسه في أصحاح يعني 13 وغيره أسس فريدة العشاء الرباني وهو قاعد معاهم واللوم هذا هو جسدي الذي يكسر لأجلكم وهذا هو دامي الذي يسفك لأجلكم بس ده برضو مش حديثنا هو خد الآية دي وخلاص الرب يسوع في يحنى 17 وفي عدد 4 قال أنا مجدتك على الأرض العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملت ماذا يقصد الرب يسوع بهذا يا دكتور منكس أجي أولا إلى سؤال مهم كيف يكون العمل الذي أعطاه الله للمسيح أو أعطاه الآب للمسيح قد أكمل والمسيح لم يصلب بعد ده سؤال الدكتور منكس وبالتالي يبقى أكيد العمل الذي جاء لأجله المسيح لم يشتمل على الصليب ده تألف نحن دي ترجمة نحن دي ترجمة الكنيسة لكن الصليب لم يكن هو الغاية والهدف الذي جاء من أجله المسيح وإذا كان العمل الذي جاء لأجله يسوع هو أن يصلب ليخلص البشرية فكيف يقول المسيح قبل الصلب بأن العمل الذي أعطاه الله له قد أكمل هل كان المسيح يكذب أو هل كان لا يعلم وكيف نفسر كلام يسوع المسيح وبالتالي الملخص اللي خده الدكتور منكس كونكلوجين لكل الكلام ده أنه المسيح لم يأتي ليصلب المسيح لم يأتي ليصلب فعقيدة الفداء كلها ملهاش أي قيمة وأن المسيح مات نيابة عن كثيرين ما حصلتش طيب دكتور منكس يمشي معي واحدة واحدة هلين ده الأول ناخد سياق كلام الرب يسوع في يحنى 17 ويريتك لو أنت سمعني طلع معي يحنى 17 أو متابعينك اللي بيوصلوا لك الأخبار أيضا يطلعوا يحنى 17 يحنى 17 بيبدأ بكلام مهم جدا تكلم بهذا ورفع عينيه نحو السماء وقال أيها الآب الآية دي على فكرة الدكتور منكس قبل الآية الأربعة اللي أنت مقتبسها أيها الآب قد أتت إيه الساعة يعني إيه الساعة دكتور منكس وبتكلم عن الساعة دي إيه الساعة اللي بيقصدها هنا بيكلم عن إيه الرب يسوع قد أتت الساعة مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا يبقى فيه ساعة آتية فيه غاية لمجيء المسيح هذه الآية قد هذه الآية هتم في هذه الساعة هذه الساعة قد أتت يعني بقى له تلاتة أو تلاتين بقى له تلاتين سنة وهو منتظر مجيء هذه الساعة يعني بقى له تلات سنين بيخدم لكن هذه الخدمة هتقوده إلى هذه الساعة فيترى إيه الساعة دي يا دكتور منكس اللي بتكلم عنه الرب يسوع ده ده في يحنى سبعتاشر اللي انت مكتبس منه كويس؟ طيب الساعة هنا يا دكتور منكس تعني الفترة الزمنية التي فيها يموت المسيح نيابة عن البشر هي ساعة الصلب والموت قد أتت الساعة جبت الكلام ده منين ما جبتهش من دماغي محضرتك لو انت بتقارن الكتاب ببعض وبتحاول تفهم النصوص الكتابية كنت وصلت الحقيقة دي لكن ما علينا ما علينا بيس؟ في يحنى سبعة يا دكتور منكس يقول فطلبوا أن يمسكوا اليهود المعلمين والكتبة والفرسين طلبوا أن يمسكوا يسوع ولم يلقي أحد يدا عليه لأن ساعة لم تكن قد جاءت بعد يعني محدش هيقدر يحكمه ومحدش هيقدر يحكم عليه بالموت في ذلك الوقت لأن ساعته لم تكن قد جاءت بعد يبقى الساعة دي هي ايه؟ كلم عن الصلب كلم عن الموت يحنى سبعة تلاتين هذا الكلام قاله يسوع في الخزانة يحنى 8 وهو يعلم في الهيكل ولم يمسكه أحد لأن ساعته لم تكن قد جاءت بعد محدش قدر يمسكه ومحدش قدر أنه يعني يحاكمه لأن ساعته لم تكن قد جاءت بعد الرب يسوع هناك ساعة محددة محددة منذ الأزل في مشورة الله الأزلية هي الساعة التي فيها يصلب ويموت يسوع المسيح هي الفترة الزمنية التي فيها يقدم نفسه بداءا عن كثيرين دي الساعة ده في يحنى 17 تكلم عن الساعة ويحنى 7 تكلم عن الساعة ويحنى 8 تكلم عن الساعة كمان يقول كده في يحنى 17 الرب يسوع بيكمل كلامه ويقول أنا مجدتك على الأرض العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكمل طيب ما نيجي بقى الدكتور مونك زيبقى فيه ساعة كلم عنها يحنى 17 في الآية قبل من أنت تقرأ يحنى 17 أربعة بيكلم عن الساعة قد قاتت الساعة والساعة دي بحسب الكتاب المقدس وبحسب النصوص اللي مسكور عنها ووردت فيها تشير إلى الصلب والموت ييجي هنا يقول أنا مجدتك على الأرض العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته أعطيتني أعطيتني فعل ماضي تام It's a perfect tense والفعل الماضي التام هو فعل يصف فعل حدث في الماضي لكن نتيجته باقية في الحاضر العمل الذي أعطيتني أعطيتني إمتى قبل الأزل كويس لكن أنا بعمله نتيجته باقية للحاضر لما تيجي للجزء التاني قد أكملت بحاجة في الأفعال اليونانية اسمها iris tense كويس وهو فعل ناقص الفعل الناقص يا دكتور المنقز فعل يهتم بالزمن أو فعل الماضي ولكن ليس نهايته زمنية محددة ممكن أن ينتهي في المستقبل يعني هو فعل ماضي بيأتي في الماضي لكن هذا الفعل ممكن تنتهي نهايته في المستقبل أو يمتد بدون نهاية that's the iris tense حضرتك ما درستش ده ولا رجعت للأصل في حاجة تانية دكتور المنقز بنسميها في دراستنا للعبري والأرامي ولغة الرب يسوع اللي كان بينطق بيها بيسميها بنسميها ماضي نبوي ماضي نبوي يعني ايه الماضي النبوي الماضي النبوي هو الحدث هيتم في المستقبل لكن يعتبر وكأن الحدث حدث يعني ده نجده كتير في العهد القديم يعني مثلا داود يقول لماذا يا رب تتركني لماذا يا رب تنساني كل النسيان وبعدين أشكرك أحمدك لأنك قد فعلت تمه لسه في الضيقة لكن الرب لسه ما أنقذه لكن يعلم يقينا وكأن الرب أنقذه وكأن الحدث قد تم لما الرب يسوع بيقول العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته وكأنه بيقول أن العمل اعتبره تم لأنه هيتم هيتم ودي عبار احنا وقت بيستخدم كتير تم حد الدين مسؤولية وبأواثق أن أنا أعمل ها أقول اعتبر هيتم خلصت خلصت وبتشمل الحدث لسه هيتم فالعمل الذي أعطيت قد أكملته يا دكتور مونكت بيتضمن الصليب وليس بيفصل الصليب لأنه بيكلم عن الساعة التي فيها يقدم نفسه فدية عن كثيرين دي حاجة ده من حيث من حيث اللغة بتاعة النص عشو كده في يحنى تسعتاشر الرب يسوع قال عبارد قد أكمل قد أكمل لما آه فأخذ يسوع الخل وقال قد أكمل ونكس رأسه وأسلم الروح يبقى الرب يسوع اللي قال قد أكملته هو نفسه اللي قال قد أكمل فعليا تم فعليا بالصليب بالموت أكمل رسالته والغاية التي من أجلها قد أتى طيب هكمل ردي على الدكتور منقص بس هاخد هاخد مداخلة الأخ زكريا سلام ونعمة الدكتور سلام أهلين بحضرتك الله أحفظك أشكرك على برنامج عبر الكتاب البرنامج الأكاديم الذي يلقى إلى مستوى تعليمي ينور عقول الشباب بالكتاب المقدس أشكرك على موضوع الحلقة عن لماذا جاء المسيح المسيح جاء بكي يخلص من خطائنا ومن العذاب الأبادي الذي جلبته علينا خطائنا فنحن فوطات بالطبيعة والاختيار وكما هو مكتوب أنه ليس بار ولا واحد الجميع يقزاقوا وفسدوا معا ليس من يعمل صالحا ليس ولوا وحد لأنه لا فرق الجميع أخطقوا وأحوزاهم مكتوب أخويا زكريا أنا عارف أخويا زكريا أنا عارف أن أنت عابر صح أيو عرفت المسيح يعني كنت مسلم سابق أيو المسيح والله وعرفت الرب يسوع وعبرت الرب يبركك ويستخدمك وشكرا ليك على مدخلتك كمل مع بعض يا دكتور منكز زي ما قلت لك ما تنفعش تاخد آية واتطير بيها لازم تدرسها لغويا ولازم تدرس القرينة بتاعتها ولازم تعرف ماذا قال يسوع أيضا مركزية الصلب في حياة المسيح دكتور منكز بيوهمنا على أن العبارة الوحيدة اللي قالها الرب يسوع بتنفي الصلب وده غير حقيق ويتناسى ويتغافل عن قصد بكل ما قاله يسوع المسيح عن صلبه وعن موته وكأن المسيح لم يقل شيء عن صلبه وعن حقيقة موته وأنا عايزك يا دكتور منكز من فضلك زي ما عملت حلقة عن العمل الذي أعطيتني اللي أعمل قد أكملته تعمل لنا حلقة عن إعلانات المسيح الوضحة والصريحة عن أنه لابد أن يذهب للصليب ويموت ويقوم يفسرها لنا شف لنا بتفسرها إزاي يحتمال يبقى عندك تفسير وطبعا التفسير اللي هتأتي به هو لا 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 الكلمات دي مش كلمات المسيح ده كلمات حطاء التلاميذ ده الإنجيل محرف عادي زي أي عقلية المسلم بايز ماذا يا دكتور منقز نفعل بما قاله يسوع المسيح وبما قدمته الأناجيل بوضوح عن صلب وموت المسيح هل تعرف يا دكتور منقز دي المعلوماتك يعني أن الإسبوع الأخير من حياة الرب يسوع الإسبوع الأخير من حياة الرب يسوع استحوذ على 40% من مادة الأناجيل يعني الثلاثين سنة والثلاثة وتلاثين سنة إلا إسبوع الأناجيل اتكلمت عنه محاولة 60% من محتوى إنما الإسبوع الأخير يا دكتور منقز استحوذ على 40% من مادة الأناجيل أصححات وراء أصححات وراء أصححات وراء أصححات يا ترى لي يا دكتور منقز ما لو هو قد أكمل العمل زي من تفسرتها يا ترى لي الأناجيل خصيصة 40% من محتوى الحديث عن الإسبوع الأخير من حياة الرب يسوع تلاتة وثلاثين في المية من نسبة إنجيل متى مخصصة للإسبوع الأخير 37% من نسبة إنجيل مرقص مخصصة للإسبوع الأخير 25% من نسبة إنجيل لؤة مخصصة للإسبوع الأخير 42% من نسبة إنجيل يوحنة خصصة للإسبوع الأخير الإنجيل اللي انت اقتبازت منه الإسبوع اللي بنسميه إسبوع الألم والصلب والموت إسبوع الألم والصلب والموت بالإضافة يا دكتور منكز إلى أنه في العهد الجديد توجد أكتر من 175 آية واضحة صريحة تتكلم بصراحة جدا وبوضوح جدا عن صلب المسيح وموته يروح فين ده كل يا دكتور منكز نوديه ده كله فين؟ ده كله يروح فين؟ أنا بقى هجيب لك الآيات اللي قالها الرب يسوع علشان تبقى عارف إن المسيح الغاية الأساسية من مجيئه كانت أن يذهب إلى الصليب طيب أخذ مدخلة وكمل مع حضراتكم طيب الخط وقع ممكن نكمل وبعدين كيف يمكن يا دكتور منكز تفسير كلام الرب يسوع نفسه عن حتمية صلبه وموته المسيح تكلم عن حتمية حتمية الصلب وحتمية الموت ومش مرة ولا اتنين ولا تلاتة ولا اربعة ولا خمسة أجيب لك دكتور منكز بعض الأمثلة ممكن تفسر لنا الكلام دي يا دكتور منكز ما أنت بتفسر وبتفسر يعني بطريقة جميلة من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي ينبغي حتمية ينبغي أن يذهب إلى أرشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة وإيه؟ ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم ممكن تفسر لنا كلام المسيح ده هو بيشل أية ثانية وفيما هم يترددون في الجليل قال لهم يسوع ابن الإنسان سوف يسلم إلى أيدي الناس في يقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم فحزنوا جدا دي كلمات المسيح على فكرة يا دكتور مونكز اللي أنت يعني ما بتجيبهاش وما تحاولش تفسرها وتقدم لها تفسير أية أخرى يا دكتور مونكز وفيما كان يسوع صاع أيضا إلى أرشليم أخذ الإسنى عشر تلميزا على انفراد في الطريق وقال لهم ها نحن صاعدون إلى أرشليم وابن الإنسان يسلم إلى رؤساء الكهنة والكتبة فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه إلى الأمم لكي يهزأوا به ويجلدوه ويصلبوه وفي اليوم الثالث يقوم طيب أخذ مدخلة وكمل مع حضراتكم كلمات الرب يسوع الأخرى الأخت فريال من إنجلترا ألو أخ الشاب أهلين أخت فريال كيفك؟ سلام المسيح معاك الرب يباركك وحافظ عليك أنت كثير وفيت أن صليب المسيح فقط أريد أقوله للدكتور منقب الثقار أنه في سفر أمثال إصحاعد ثالث عدد خمسة يقول الوحي الإلهي توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتبت طبعا الرب القدوس الرب الحقيقي يا دكتور منقب الثقار فعلت جثة فكر أبليس اللي يكره الصليب ويكره محبة الله لأن محبة الله ظهرت على الصليب هاي النقطة الأولى أما النقطة الثانية اللي إنه ذكر لأننا نركز على محبة الله فقط وليس على عدالته ودينونته أيضا فهذه كتبة أخرى أيضا لأن الكتاب المقدس ذكر عن جهنم البحيرة المتقدة بالنار مرات عديدة يمكن أكثر من ذكرها عن الملكوت وروح أقرأ سفر الرؤية عن دينونة الله وحابة بس أقرأ لك من رسالة طول في الرسول إلى أهل روبية إصحاح الثاني يقول الوحي الإلهي أم تستهيل بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته غير عالم إن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة اسمع بعث ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تذخر نفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله ويقول أيضاً الكتاب المقدس لأن غضب الله مؤلن من السماء على فجور الناس وإثمهم الذين يحجزون الحق بالإثم فبدال هذه أترك هذه الأكاذيب أرجوك رجاء ويكفيك أكاذيب وروح أفكر بخلاصك وأبديتك الرب يرحمك وينور قلبك وذهنك وإحنا نصلي من أجلك بإسم الرب يتسوح يبتقدك آمين يا رب شكراً أخي أشرف الرب يباركك ويحافظ عليك ويباركك أختي فريال شكراً لك وشكراً على مدخلتك فعلاً أكتر شخص تحدث عن العذاب والهلاك الأبدي والدينون النهائية والبحيرة التي نارها لا تنطفي ودودها لا يموت هو شخص الرب يسوع اللي هو أساساً تجسد المحبة الإلهية في شخصه فأنه يتكلم عن محبة الله بدون إدراك لحقيقة إيماننا الكتابي واللهوتي في شخص يسوع المسيح بمحبة الله كان مفهوم خاطئ طيب فصل لنا الآيات دي يا دكتور مونكس وأنا بقولها لك دلوقتي فصلها لنا عمل لنا حلقة يا دكتور مونكس عن الآيات دي احتمال إحنا فاهمين غلط احتمال بنفسرها غلط احتمال يا سيدي تكتشف إنها آيات متسوسة حطتها الكنيسة كده في الخفاء علشان بس تأكد إنه المسيح مات وصلب فصل لنا فصل كمان يا دكتور مونكس مرقص تمانية وعدد واحد وثلاثين وابتدأ يعلمهم أن ابن الإنسان ينبغي كلمة ينبغي حتمية ينبغي أن يتألم كثيرا It's not an option مش حاجة ممكن تيجي ومجيش لا 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 دا ينبغي الزام الزاما عليه هو أتى من أجل هذا ينبغي أن يتألم كثيرا ويرفض من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وبعد ثلاثة أيام يقوم دا رابع شاهد يا دكتور مونكس أجيب لك شاهد آخر شاهد رقم خمسة لأنه التكرار بيأكد الحقيقة يقول الرب يسوع في أيضا هنا هنحن صاعدون إلى أرشليم وابن الإنسان يسلم إلى رؤساء الكهنة والكتبة فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه هيحكموا عليه بالموت مين اللي يحكم عليه بالموت لما ترى الأنجيل بقى بالتفاصيل هتعرف أنه الرب يسوع تأبض عليه واتخذ إلى مجمع سنهدريم ومجمع سنهدريم حكم عليه بالموت كويس وبعدين سلمه إلى بيلاتوس بيلاتوس لما عرف أنه من عند هيرودس بعته إلى هيرودس هيرودس كان بيختلف مع بيلاتوس فعشان يعمل جميلة لا رجعوا لبيلاتوس عشان يكمل حكمه عليه كل التفاصيل دي يا دكتور مونكز التفاصيل الدقيقة جدا 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 موجودة في الأنجيل ويسلمونه إلى الأمم فيهزقون به بدنا نقرأ في الأنجيل الجنود استهزقوا به الناس استهزأت به ويجلدونه جلدوه أربعين إلا وحدة ويدفلون عليه ده حصل حصل ويقتلونه يموت وفي اليوم الثالث يقوم ده كلام مين يا دكتور مونكز ده مش كلام يحنى ولا كلام مرقوس ولا كلام متى ولا كلام ده كلام المسيح نفسه هو شخصه بنفسه اللي بيعلن عن موته وده مش بيتنبأ عن موته ده بتكلم عليك عنه حقيقة ده مش واحد بيقرأ الأحداث ويقول أنا ممكن متوقع إنه يحصل كذا لا 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 ده واحد مسيطر على كل الأحداث ويعلم بالزبط إيه إيه اللي هيحصل إعلان يسوع عن حقيقة موته هو إعلان عن الألم والموت الفدائي مش بس إنه هو هيموت لا لا ده موت فدائي ينبغي أنه يموت بنسميها The Curious Suffering and Death موت كمان بديل يا دكتور مونكس لما نرجع إلى مرقص عشرة وخمسة واربعين بيقول وفي متى أيضا عشرين تمانية وعشرين الرب يسوع طبق نبوة إشعياء والخاصة بموت عبد الرب على نفسه حين قال فدية عن كثيرين مرقص عشرة إنه ابن الإنسان ها هيموت فداءا عن كثيرين فدية عن كثيرين نجدها في شعياء 53 إنه موت المسيح هو موت بديلي بدل شيء بدل أشخاص موت كفاري بدلي سبستيوشنري ديث أو أتونمند كفارة بديلية كلنا كغنمين ضلالنا ملنا كل واحد إلى طريقي والرب وضع عليه إثم جميعنا في حقيقة كمان الحقيقة دي دكتور مونكز في نفس السياق اللي انت اقتبست منه يحنى 17 في نفس السياق في نفس القعدة في نفس الجلسة وهم قاعدين هذا هو جسدي الذي يبزل عنكم اصنعوا هذا لذكري يبقى جسده هيبزل عنكم إزاي جسده يبزل عنكم الآية اللي بعد كده بتوضحها هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي الجسد بموته يكسر والدم يسفك الذي يسفك عنكم نيابة عنكم تكفيرا لخطياكم ولو بتدرس يا دكتور مونكز الزبائح في العهد القديم تقدر تفهم العبارات دي كويس عوي الذي وكمان في مرقص يقول الذي يسفك من أجل كثيرين يبقى هنا في البديلية انه من أجل كثيرين ده كلام المسيح ما عريتهوش يا دكتور مونكز ما جاش قدامك ما قرنتش كلام المسيح مع بعضه ولا تاخد آية وتجري بيها طيب معمودية كمان يا دكتور مونكز معمودية اللي أسسها الرب يسوع نفسه يذهبوا للعالم وكرزوا بالإنجيلة الخليقة كلها وعلموهم وعمدوهم اسم الآب والإب والروح القدس المعمودية دي في مضمنها في رمزها وما تشير إليه وضحوا لنا رسول بوليس قالينا أم تجهلون أننا كل من اعتمد ليسوع اعتمدنا لموته فدفنا معه فيها موت وفيها حياة فيها رمز للموت وفيها رمز للحياة فعندما نتعمد نحن وننزل المية ده رمز للموت عندما نقوم ونخرج من الماء ده رمز للحياة فدفنا معه بالمعمودية للموت كما حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة لأنه إن كنا قد صرنا متحدين معه وكأننا اتحدنا بالمسيح في موته واتحدنا أيضا بالمسيح في قيامته فمن يتحد بالمسيح في موته يتحد بالمسيح في قيامته لو المسيح لم يمت يا دكتور مونكز طيب إزاي نفسر العشاء الرباني وإزاي نفسر معمودية إلا أسسهما الرب يسوع المسيح حاجة تانية ليس شهادة الرب يسوع نفسه عن موته لكن كمان شهادة شهود العيان وتعليم الرسل من بداية الكنيسة حقيقة صلب وموت المسيح حقيقة جوهرية وأساسية في الإيمان المسيحي أجيب لك بعض الشواهد يا دكتور مونكز دي ممكن ما جالكش الوقت تقراها فأنا رأى أهلك أعمال اتنين وعدد اتنين وعشرين بطرس وهو بيوعز الجموع في يوم الخمسين بيكلم اليهود بيقول هذا أخستموه مسلما بمشورة الله المحتومة يعني ايه يعني دي خطة الله يعني دا الذي جاء من أجل المسيح أخستموه بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق وبأيدي أثمه عملته في حكتين صلبتموه وقتلتموه انتعرف يوم الخمسين يعني امتى يا دكتور مونكز يعني بعد موت المسيح بخمسين يوم بعد الفصح بخمسين يوم حقيقة صلب وموت المسيح ويجي لي واحد شاهد ما شافش حاجة بعد ستمائة سنة ويقولك ما صلبوه وما قتلوه وعليك انك تصدق يدينا عقلك بجد أين العقل ويجي ياخد آية من كلام الرب يسوع خرج عن سياقها سياقها اللغوي وسياقها اللهوتي واللي أتى قبلها واللي أتى بعدها ويقولك العمل الذي قد أعطيتني لأعمل قد أعملت ودألها قبل الصليب فالمسيح لم يصلب بجد عايز تقنع مين بالكلام دا أي واحد بيقرأ الكتال المؤدس بيقرأ لو حضرتك بتقرأ الكتال المؤدس مش هتوصل للكونكلوجين دا اللي انت وصلت له لكن انت بتقرأ بغاية انك تجد آية في مظهرها الخارجي ممكن تعدد فكرة عندك وده انت بتوقعك في مخاطر كبيرة لأنك بتفقد مصدقيتك بتفقد مصدقيتك طيب في اعمال اربعة وعدد عشرة بوتروس ويحنى الاولانية كانت اعلانات بوتروس لما اتكلم مع الجموع في يوم الخمسين التانية كان بوتروس ويحنى لما شافوا الراجل الاعرج اللي كان عند باب الهيكل فليكن معلوما عند جميعكم وجميع شعب اسرائيل انه الراجل دوا يعني باسم يسوع المسيح الناصري الذي صلبتموه انتم الذي اقامه الله من الاموات بذلك وقف هذا امامكم صحيحا يعني اللي وقف الراجل المشلول دوا قدامكم يا يهود انتم الذين صلبتوا المسيح اللي وقف قدامكم هو انه باسم يسوع المسيح الناصري قد شفي ما نقراش طبعا العبارات دي ابدا في لا الكرآن ولا الاحاديث انه اتباع رسول الاسلام باسم رسول الاسلام شافوا حد فيش واحد فيهم قال باسم محمد ليشفى طبعا في باسمه محمد ليموت لكن ليس باسمه محمد انه يحيا ويشفى طيب ايا اخرى دكتور مونكز اعمال سبعة وعدد واحد وخمسين يقولهم كده ياقصات الرقاب وغير المختونين بالقلوب والآذام ده استفانوس انتم دائما تقاومون الروح القدس كما كان اباءكم كذلك انتم اي الانبياء لم يطهدوا اباءكم مين من الانبياء اباءكم لم يطهدوا وقد قتلوا الذين سبقوا فانبأوا بمجيء البار يعني بمجيء البار النبوات اللي شملت في العهد القديم زي مثلا اشعياء الذي تنبأ عن الرب يسوع وعن موته وعن حياته منسة اتلوا الذي انتم الان صرتم مسلميه وقتليه يعني اباءكم اتلوا الانبياء اللي تكلموا عن الرب يسوع وانتم الذين قتلتم سلمتم وقتلتم يسوع المسيح حقيقة حقيقة صلبوا وموتوا رمية رمية بدمه حقيقة صلب المسيح فلن تتمكن لانها الحقيقة المؤكدة تاريخية والتي لا يمكن ابدا ان يخفلها العقل فالعين المبصرة لا يمكن ابدا ان تخفل الشمس الساطعة هنكمل مع بعض في الحلقات اللي جاية فالى ان نلتقي سلام المسيح مع حضراتكم